اشتركوا في القناة على التعرف على مفهوم إجراء الشراء ومعايير إجراءات الشراء والتعرف على خطوات إجراءات الشراء ومن ثم التعرف على مناقصات الشراء مفهوم وأهمية إجراءات الشراء ما هي إلا خطوات تفصيلية يتبعها المسؤولون في وظيفة الشراء أثناء ممارسة الأعمال المتكررة وأن إجراءات الشراء لها تأثير ملموس على الكفاءة التي تؤدي بها هذه الوظيفة بفعالية والسبب في ذلك أن لهذه الإجراءات تأثير على الوقت والجهد والكلفة فالإجراءات الطويلة والمتعددة تعوق الأداء على عكس الإجراءات المتطورة والمناسبة والبسيطة والتي تتفك والظروف المحيطة بعملية الشراء ولهذا يقع على عاتق مدير أو بشكل عام إدارة المشتريات مسؤولية الدراسة والمراجعة الدورية لإجراءات الشراء ثم يضع الإجراءات المناسبة التي سيتبعها العاملون في إدارته بما يساعدها على تنفيذ الأنشطة التي تمكنها من تحقيق الهداف المسندة إليها هذا بما خص إجراءات الشراء بينما إجراءات التخزين فيقصد بها مجموعة الخطوات الرئيسية من استلام وتخزين وصرف المواد بهدف القيام بعملية التخزين بفعالية ولا يقتصر القيام بإجراءات التخزين على إدارة المخازن فحسب بل هناك نوعا من المشاركة والتعاون الفعال بين كل من إدارة المشتريات وإدارة المخازن في القيام بهذه الإجراءات خاصة فيما يتعلق بمجال الاستلام المبدئي وعمليات الفحص إن أهمية تحديد إجراءات الشراء تنبع من كونها الأداة التي تساعد على توحيد طرق العمل وتحقيق التكامل والاتقان في الأداء وتخفف الجهود الذهنية وتمكن من إحكام الرقابة وقياس الأداء والإصراع في إجاز إجراءات عمليات الشراء من ضمن الاعتبارات المهمة التي يجب مراعاتها في إجراءات الشراء هي وسيلة أو طريق الوصول إلى الهدف ووسيلة تسهيل الاتصال والتنسيق وأيضا أن تكون العمليات الشراء أو إجراءات الشراء تكون بسيطة وليست روتينية وبالتالي فالتعقيد في عمليات الشراء أو العمل الروتيني الممل قد ربما يكون عايق في عمليات الشراء وبالتالي عندما تكون الإجراءات سهلة بسيطة تستطيع أن تحقق الشراء آيتها في هذا الجانب أيضا لا بد من إجراءات الشراء أن تكون مرتبطة بوضوح مع قيوة خطوة شراء وتكون مختصرة بحيث لا تؤثر على تنفيذ عمال الشراء بالكفاياها المطلوبة وفي نفس الوقت لا تزيد من تكاليف الشراء الخطوات الرئيسية لإجراء عمليات الشراء أولا لا بد من استقبال الطلبات وتحديد الاحتياجات قلنا سابعا لا بد من تحديد الاحتياجات لكل طلب ليست عملية عشوائية الكل يطلب والكل يطلب وبالتالي لا بد أن تكون عمليات منسقة باستمارات بإجراءات رسمية وبالتالي فإن الخطوة الأولى تبدأ بالحاجة أي عند وصول مستوى المخزون من المواد إلى درجة إعادة الطلب وتحدد نقطة إعادة الطلب بالوقت أو الكمية يتم هذا عن طريق قسم المخازن إلا في الحالات الحارجة كالعوامل الطبيعية من زلازل وفيضانات فيجب أن يكون هناك طلب مسبق لتاريخ أو كمية إعادة الطلب لضمان استمرارية تدفق المواد الأولية لإنتاج ويبدأ الإجراء باستقبال الطلبات من إدارة المخازن أو من الإدارات التي تيشى لديها الحاجة للأصناف المطلوب شرعوها عن طريق نموذج خاص بذلك حيث يرسل قسم المخازن لقسم المشتريات المواد المطلوبة للشراء وكمياتها ويتم ذلك عن طريق الكمبيوتر عبر الشبكة الداخلية في الشركات أيضا يتم من خلال الاتصال بجميع الإدارات للتعرف على الأصناف المراد شرعوها وهذا يستدعي مراقبة ومتابعة المخزون بشكل دائم للتأكد طبعا من عدم وجود الأصناف المطلوبة في المخازن وذلك كما قلنا سابقا أنه لنتفادة التكرار في عمليات الشراء فلا يمكن بأي حال نحوال أن نرى بعض المواد والأزاء موجودة في شراء سابق ونطلب أيضا عملية شراء جديد إنما لا بد من تفادي هذا الموضوع في هذه العملية الشرائية كذلك يجب معرفة الطاقة المتاحة للتخزين لتحديد الكمية التي يمكن استيعابها الطاقة أيضا من ناحية مكان الخزن هل هناك أماكن شاغرة موجودة وبالتالي لا بد أن نحسب حساب للجزئيات البسيطة هذه في عمليات الخزن سيأتي معنا لاحقا في موضوع عمليات الطرق الخزن كيف عملية الخزن هل هي عبر في الأرض في أرض المخزن في الدور الثالي في التخشيبة والتخشيبة هذه هل هي بشكل خشب أو بشكل حديد وبالتالي لها كل الخزن له عملية محددة بذاتها وبالتالي سيأتي معنا لاحقا ومعرفة أجان التسليم وأيضا وشروطة وبعد التحقق من الحاجة الفعلية للشراء يجب أن تتعرف الأطراف المعنية على مواصفات المواد المضلوبة لأنه بطبيعة الحال أي خطأ في فهم وتحديد تلك المواصفات قد يكلف الشركة بطبيعة الحال الكثير من النافقات وضيع الكثير من الوقت وتتعقد هذه المشكلة عند اكتشاف الخطأ في المواصفات بعد إصدار أمر الشراء فندخل في مواضيع طويلة عريضة فيما يتعلق بالمورد وكيف ورد لنا هذه البضاعة وهي غير مطابقة للمواصفات وكيف نعيد هذه البضاعة مرة أخرى وما هي الشروط الجزائية وندخل في متاهات كثيرة لا أول لها ولا آخر في حال قد نستطيع أن نتجاوز هذه الأمور فيما لو أخذنا مبدأ الحاجة في هذا المجال أيضا تحديد طريقة الشراء لدينا عدة طرق لعملية الشراء كما ذكرناها سابقا وقلنا قد ربما تتم طريقة الشراء عبر المنانقص وقد تتم عبر الممارسة وقد تتم عبر الشراء المباشر أي لدينا ثلاث طرق رسمية في عمليات الشراء طريقة المنانقصة طريقة الممارسة وطريقة الشراء بالأمر المباشر وبالتالي هذه العوامل الثلاثة لا بد لها من اعتبارات ومن ضمنها اعتبارات في حجم ونوع الأصنافة لمطلوب شراءها واللوايح والقوانين التي تنظم عملية الشراء ومبلغ الشراء والوقت المحدد لتوفير الأصناف أيضا اختيار مصدر الشراء يعني بعد الانتهاء من دراسة طلبات الشراء وتحديد الاحتياجات يأتي لدينا تحديد طريقة الشراء وتأتي مسؤولية اختيار مصدر الشراء المناسب والذي يمكن الحصول منه على الأصناف المرؤوب فيها وهذا طبعا يتطلب بحث واسع عن الموردين المحتملين للتعامل معهم وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات المتعلقة بهم تمهيدا لاختيار أفضلهم إن إدارة الشراء تضع أكثر من مورد لها لمواجهة الحالات العادية الطارية وأن تضع اختيارها للمورد على السعر أي بمعنى أنهم لا يقتعروا المورد إلا إذا كان أسعاره في متناول الشركة في الخدمة التي يقدمها في النوعية للمواد التي يقدمها كذلك في الالتزام بالوقت المحدد في توفير هذا السلع لأنه عندما يخل المورد بأي عنصر من هذه العناصر التي ذكرناها قد ربما لا يتم التعاون معه لاحبا أيضا إصدار أمر الشراء فبعد التأكيد على أو تحديد المورد تأتي عملية إصدار الشراء وبالتالي القيام باختيار أفضل الموردين يتم إصدار أمر الشراء الذي يعتبر بمثابة اتفاق مكتوب بين المنظمة والمورد الذي تم اختياره طبعا يتضمن أمر الشراء المعلومات التالية اسم وعنوان الشركة اسم الصم برقمة طلبية اسم وعنوان المورد والكمية المطلوبة مواصفاتها وكيف ستتم عمليات الشحن أيضا العلامة التجارية فهل هذه البضايا التي سنستوردها من شركات مرموقة ولها سمعة كبيرة في السوق نطلع عليها علامة تجارية أيضا كيفية توريد الكميات هل على دفعة أم على دفعات أيضا مواعيد توريد الكمية مكان التسليم وطريقة وشروط الدفع عادة ما يعد أمر الشراء من أصل وعدة صور من استمارة أصلية ومن عدة نسخ وبالتالي يسلم الأصل وصورة للمورد ويحتفظ بصورة في ملف إدارة المشتريات وصورة في ملف قسم الشحن وأيضا ترسل صورة إلى الإدارة المالية وصورة أيضا لقسم الطالب وأخرى إلى قسم الش المتابعة المتابعة تهدف هذه الخطوة إلى ضمان إتمام عملية التوريد وبالتالي ضمان إتمام علي التوريد وفقا للعقد المتفق عليه وتجنيب المنظمة المخاطر التي قد تحدث نتيجة حدوث أخطاء أثناء التنفيذ وتتم عملية المتابعة من خلال الاتصال بالمورد بالوسائل المختلفة وتذكيره بالمواعيد التسليم وحثه على الاستزام بما ورد بالعقد ثم التأكد من مدى سلام التنفيذ كل مرحلة من مراحل عمليات الشراء ثم بعد عملية المتابعة تأتي عملية الاستلام والفحص يقصد بالفحص هنا اختبار ومراجعة المفردات المشتراة لتقرير مطابقتها لحدود الجودة الموصوفة ومن ثم قبولها أو عدم مطابقتها لحدود الجودة الموصوفة بالعقد وتثبيت ملاحظات حول المخالفات أو النقص أو التلف أو أي حالة غير اعتيارية وبالتالي عمليات الفحص مهمة جدا في عمليات الشراء والفحص هنا قد يكون في المنبع أو في مكان أو في دولة الاستيراد وأيضا هناك فحص آخر يجرى عنده الاستلام مراجعة الفواتير والاحتفاظ بالسجلات تتولى وظيفة الشراء عملية مراجعة الفواتير على أساس أن استلام الفواتير هو الدليل على أن المورد قد قام فعلا بشحن المواد المتفق عليها وفي حالة وقوع أخطاء فمن واجب وظيفة الشراء الاتصال بالمورد من أجل تصحيح الخطاء وإجراء التعديلات اللازمة لتسجيل كل العمليات اللازمة ومراجبة الإجراءات الداخلية بالمنظمة طبعا مراجعة الفواتير والاحتفاظ بالسجلات تتمثل في السجلات الآتية لا بد من مراجعة الفواتير في سجل أوامر التوريد وسجل الموردين وسجل الأصناف وسجل العقود وسجل المتابعة أي بمعنى خمسة سجلات مهمة في مراجعة الفواتير وهذه سجلات مهمة لا بد من فحصها فحصا دقيقا جدا وتنتهي دورة الشراء عادة عند أعداد المشتريات بمجرد الانتهاء من مراجعة القوائم ورفعها إلى إدارة الحسابات لاتخاذ إجراءات الصرف إجراءات الشراء طبعا تختلف إجراءات الشراء ما بين المشتريات الخارجية والمحلية وبشكل العام أختلاف في الظروف والتواصيل الثنية وبالتالي نذكر بشكل موجز عن هذه الاختلافات بين أن نشتري من سوق محلي أم نستري من سوق خارجي طيب من ناحية النطاقة السوق أن النطاقة السوق المحلي محدود سواء من حيث الاتساع أو من حيث عدد الموردين فهو محدود هذا فضلا عن أصناف السلع المتاحة فهي محدودة ودرجة التغيير فيها فهي محدودة وكذلك معدل تغييرات الأسعار فهي أيضا محدودة أما إذا قررنا هذه الأسواق المحلية التي أطلقنا عليها أنها محدودة مع الأسواق الخارجية فإن الأسواق الخارجية تتصف ب أن نطاقها متسع جدا سواء كان في الأصناف سواء كان في الموردين سواء كان في تغييرات الأسعار وبالتالي قد ربما هناك تفضيل للأسواق الخارجية عن أسواق المحلية كذلك في كمية الشراء في حالة المشتريات المحلية يمكن تخطيط كمية المواد المطلوب شراءها بسهولة في ضوء المتاح منها لأننا نستطيع أن نقوم بعملية الشراء بشكل سريع وبالتالي لا نحتاج إلى وقت طويل في الانتظار ولا نحتاج وقت طويل في النقل ولا نحتاج هذه الأمور كلها إنما سيكون نطاقها أو كميات المطلوبة في شراءها تكون بسهولة وبسرعة وأيضا تشترى بعملة محلية وبين موردين محليين يمكن الاتصال بهم بسهولة وبسرعة وبالتالي فأن هذا يؤثر على كمية المخصوم من هذا الأصناف على كمية الاحتياطي حيث أن فترة إعادة الشراء محدودة نسبيا كما أن هناك أصناف قد تشترى لاستخدام المباشر دون الحاجة إلى تخزين كميات كبيرة منه بينما في الشراء الخارجي تخضع المشتريات إلى تخطيط على مستوى الدولة وارتباط ذلك بالميزانية النقدية وما يتاح للمشروع من مخصصات معينة من العملات الأجنبية وما يواجه الدولة من مشكلات في هذا المجال كما أن فترة إعادة الشراء طويلة نسبيا وكثيرا ما يكون الشراء في معيد معينة لدينا أيضا الفحص يكون الفحص عادة في السوق المحلي بعد التسلم ولد المشتري ومشاكله يمكن تسويتها بسهولة وبسرعة أما في حالة الشراء الخارجي فإن الفحص ينال أهمية كبيرة ويكون عادة في بلد المورد نفسه وقبل التسلم أو قبل الشحن التعبية والنقل والتأمين على الرغم من السهولة والبساطة في نظام التعبية ونوع العبوات المطلوبة في حالة المشتريات المحلية إلا أن المشتريات الخارجية قد تتعقد كثيرا في موضوع النقل وكما قلنا لدينا نقل بري وبحري وجوي إجراءات الشراء الخارجي لابد من توفر الاعتمادات المستندية والاعتمادات المستندية ما هي إلا وسيلة حديثة من وسائل دفع ثمان بضايع مستوردة أو مصدرة وتنفذ بتوسط المصارف إن المصارف عند فتحها الاعتمادات المستندية تعتمد الحقائق الآتية أنها تحل محل البايع والمشتري في عقد البيع وتضمن لكل منهما حقوقه الناشئة عن العقد المذكور وأن الباعث لإيشاء الاعتماد المستندي هو خلق اعتماد يقدمه المصرف لعملائه وأن هناك أطراف معينة في الاعتماد المستندي لكل منهما الاستزامها الخاصة والاستزاماتها المقابلة المستندات التي يطلبها الاعتماد المستندي وثيقة الشحن وثيقة التأمين وشهادة المنشأ والقائمة التجارية وهناك أيضا مستندات أخرى يطلبها عمليات الاعتماد المستندي للشهادة الصحية وهي شهادة أو وثيقة عند استيراد أصناف معينة من المواد الغذائية أو المنتجات الزراعية التي يخشى من احتوائها على أفات أو أمراض زراعية أو تطلب عند استيراد الحيوانات مثلا الحية إجازة الاستيراد هل لهذا الشخص عنده إجازة في الاستيراد إجازة التصدير وقلنا أن من طرق الشراء المناقصة العامة والمناقصة العامة هي لمجموعة من الإجراءات تهدف إلى دعوة عامة إلى الموردين للاشتراك في عملية المناقصة أي أن مجال الشراء فيها غير محدد حيث أن المواد والمعدات والخدمات التي تنوي الشركة شرائها متوفرة لدى عدد كبير من مصادر الشراء سواء كان ذلك داخل أم خارج البلد وتكون الدعوة للدخول في مثل هذه المناقصات بواسط النشر في وسائل الإعلام لدينا أيضا من ضمن المناقصات مناقصة خاصة ومحدودة وهذا النوع من المناقصات يقتصر الاشتراك فيها على المؤسسات أو الشركات أو الأفراد الذين تتوفر فيهم الكفاءة المالية والفنية وحسن السمعة سواء كانوا داخل بلد أو خارجه ويلزم أن يعد سجل بها أو لا بصفة مصادر الشراء وتسري تعليمات المناقصة العامة على المناقصة الخاصة عدى النشر ففي المناقصة الخاصة أو المحدودة لا ليس بالضرور أن تكون هناك نشر لمعلومات المناقصة وبالتالي هذا ما يتعلق بالمناقصة أما الممارسة أو ما يسمى باللجنة تستخدم هذه الطريقة الكثير من الجهات المشترية ويكون الشراء عن طريقة الممارسة بواسطة لجنة من مهامها الاتصال بعدد من المردين ومناقشتهم بشأن السعر والشروط الأخرى للتوريد أي أن الشراء عن طريقة الممارسة يعني مناقشة مصادر الشراء بشكل مباشر بالأسعار لأجل خلق منافسة للحصول على أنسب سعر أيضا لدينا الطريقة الثالثة وهو الطريقة الشراء المباشر يمكن التعاقد عند الضرورة بدون مناقصة بالأمر المباشر مع مصدر الشراء وبدون لجنة وذلك في الحالات التالية للمواد والمعدات التي وصل رصيدها في المخازن لحد الخطر للمواد والمعدات الجديدة لغرض اختيارها أو تجربتها للمواد أو الحالات الطارئة وللمواد والمعدات المحتكرة وللمواد في الحالات التي يحافظ على سريتها عزيزي الدارس في خلاصة لقائنا التعليمي الثالث تناولنا الخطوات التفصيلية التي يتبعها المسؤولون في وظيفة الشراء أثناء ممارسة العمالة المتكررة وتنبع أهمية تحديد الإجراءات من كونها الأداء التي تساعد على توحيد طرق العمل وتحقيق التكامل والاتقام في الأداء وتخفف الجهود الذهنية وتمكن من حكام الرقابة وقياس الأداء والإصراع في الإنجاز كلما كانت الإجراءات بسيطة ثم تطرقنا إلى خطوات الشراء وهي استقبال الطلبات وتحديد الاحتياجات وتحديد طريقة الشراء واختيار مصدر الشراء واصدار أمر الشراء ثم المتابعة والاستلام والفحص ومراجعة الفواتير ثم الاحتفاظ بالسجلات وأخيراً ذكرنا طرق الشراء وهي ثلاثة المناقصة والممارسة والشراء بالأمر المباشر في نهاية لقائنا التعليمي نتمنى لكم دوام التوفيق